سليمان بن قلوة و سكن في مراقش عشرين أم و كان يعني متنمور مع أصحابي و معي باطلها في السنقة من المادي السبقات يقول لها بن قلوة بن قلوة صافي قالت قاعد في الطرشي شعامين عقق و أنا قاعد في الطمال و يقول لها يخرج على الأرض اللي يخرج و قررنا قاعد نرحله من هنا و لكن أنا فتلع مع أولفتين ما معجل تقدر تبعد منه صافي يتفهم دراسة و كانت دراسة بالصاف و قلت نمره لي و من الاساسي كانت يقول لها منذ لم تأتيش لديك ننتظر و لم يكن يتجارات الصيام صافي لم يكن هناك الساعة و سأقرر قاعد نخرج من الدراسة و سأقرر قاعد نحشم و قلت أن يأتي التطلطة و قلت أنه و قلت أن الناس يقولون لي و سأقرر قاعد نذهب معهم و أصحاب أخرين و محال جئوا و نسألهم و لم تطلع قاعد نذهب و قلت أن أقرر قاعد نذهب واندى مطلع بالتحديث عن الهواء واندى مطلع صاعدة الدعية لا نقبل التفاصيل وهذا المطلع مطلع وكانت تقوم بذل على اللعنة وكانت أصبح أسالهم في بعض الهواء وكانت تطلق ويبناء الطباب ورادر الى الطراج كانت تنفيقا يصبحت في عام في حالة ثم شاركة لنبدأ على صفحة وقوم برشأن النقل لدى المطلع يجب أن نقل إليهم وما إنهم يجب أن يجب أن يجب أن يكون فيسبوك ويقولوني هل هو مالك، ما قلناه مالك قال يجب أن يجب أن يكون مردارا مالك كنية ما قال الله فسنة فيسبوك ونقل أيضاً ولم يجب أن يتكلم الذهاب يجب أن يخطر تطب وعندما أصدق لنا كنت أطلق عليها وإن أصدقاء أن أتريد أن أتكره كانت كنت أصدقاء يجب أن أتكره وعندما ألوب شيء أولو الأطفال وقمت لكم أهو أحياء هزال الأخي الذي يتحدث لكذا لم يتحدث معنا أنا للمساعدة وخيرت أنت لماذا يتحقون أنت بحاجة للمتالي قمت لن أقلوا قالت لي السلام و قلت لي انتهى ماهو عائد للناس و قالت لي السلام و قلت لي عفا قلت لي السلام و قالت لي فقال لي اسميه كوكنير قلت لي سليمان و ماهوه كانوا معايات و ماذا نقوله و قلتنا نغمز في عاقوبة في مراسك و و قالت لي سر و ليه جرائيه و لقد أردت لي و إنه لم يكن أصحابنا شيء غير طفع من النعتي الان اتعقدت و يدت أي غرض يتجاهدنا الوالدة